اسم الدرس نملة تنتصر أولاً أتواصل شفوياً أولاً أعبر عن المشاهد مسترشداً بما يأتي تعيين المكان والزمان سبب وجود الطفل أمام مكتبه الأعمال التي قام بها الطفل سبب وقوفه سبب خروجه الإجابة أفاق عبد الرحمن صباح يوم الأحد باكراً كعادته وبعد أن أتم ترتيب غرفته والتحاقه بمائدة فطور الصباح توجه الصغير نحو مكتبه وأخذ يراجع دروسه الواحدة والآخر وبينما كان منهمكاً في كتابة تلخيص لقصته حتى افتكر قطته التي تركها في الحضيقة فخرج مسرعاً يبحث عنها ثانياً أقرأ النص ثم أعبر عن المشاهد الصابقة من جديد وبينما كان حازم على تلك الحال إن وقع بصره على نملة تجر حبة قمح فرآها ساعية في حملها إلى مرتفع لكن أعجزها الأمر فتدحرجت منها الحبة فلم تتخلى عنها وعادت إلى الصعود فتدحرجت الحبة ثانية فلم تتركها وثالثة فلم تفطر همتها وكان حازم قد مال بكليته إلى هذا المشهد كأنه نسي ما به ولم يعد له من شغل شاغل غير هذه النملة فعد العشرين والثلاثين والخمسين والحبة تتدحرج والنملة تعود إليها ولا يعتريها أدنى فطور ومل حازم والنملة لم تمل ولم تزل النملة في صعود وهبوط وعناء متواصل حتى المرة السادسة والثمانين فحينئذ كانت قد اتخذت التدابير واستجمعت قواها فجرت الحبة إلى المكان المقصود وحملتها إلى المرتفع فاعتبر حازم بثبات النملة وقال في نفسه مثل هذا الحيوان الصغير لا يفشل ولا يتخلى عن حبة قمح وأنا الشاب اليافع أفشل من أقل الأمور وأتخلى عن دروسي قال هذا ونهض بهمة ونشاط وعاد إلى مكتبه الإجابة استيقظ حازم في ساعة متأخرة من صباح يوم الأحد وبعد تناول فطوره التحق الصغير بمكتبه وانهمك في حل واجبه المدرسي وهو متكاسل ثانيا أتعامل مع النص ثالثا أقرأ النص ثم أجيب عن الأسئلة التالية لماذا غادر الطفل حازم مكتبه؟ الإجابة غادر الطفل حازم مكتبه ليتابع سير النملة وهي تحمل حبة وإلى ما سينتهي بها المطاف بماذا يمكن وصف النملة؟ الإجابة يمكن وصف النملة بالصبور والمثابرة بماذا يمكن أن نصف حازما في بداية النص ثم نهايته أي جوابك بقرينة من النص الإجابة يمكن أن نصف حازما في بداية النص بالمتكاسل والمتهاون لأنه ليس لديه أي دوافع للعمل والإنجاز وفي نهايته بالمثابر المقدام صاحب العظيمة فاعتبر حازم بثبات النملة وقال في نفسه مثل هذا الحيوان الصغير لا يفشل ولا يتخلى عن حبة قمح وأنا الشاب اليافع أفشل من أقل الأمور وأتخلى عن دروسي رابعاً أرتب الأحداث الآتية حسب تعاقبها في الزمان النجاح في العمل متابعة جهود النملة الشعور بالتعب من متابعة مجهود النملة الشعور بالفشل الاعتبار بالنملة والعودة إلى النشاط النجاح في العمل رابعاً أنتج كتابياً سادساً أقرأ ما يأتي جاعلاً الأداتين بعد أن قبل أن في المكان المناسب أنهى العامل نشاطه وجلس ينظر إلى ما صنعت يداه بافتخار و يعود إلى منزله رتب جميع الأدوات التي استعملها ثم أغلق باب غرفته وانصرف الإجابة بعد أن أنهى العامل نشاطه وجلس ينظر إلى ما صنعت يداه بافتخار وقبل أن يعود إلى منزله رتب جميع الأدوات التي استعملها ثم أغلق باب غرفته وانصرف سابعاً أكمل النص مسترشداً بما يأتي وأستعمل أدوات الربط المناسبة و ف ثم بينما بعد أن قبل أن عودت حازم إلى مكتبه هل حدث ما لم يكن متوقعاً؟ الأعمال التي قام بها هل تدخلت شخصيات أخرى؟ النتيجة الإجابة قال هذا ونهض بهمة ونشاط وعاد إلى مكتبه واستأنف فيما قد بدأ في حله قبل أن يخرج ليتابع جهود النملة دون تهاون وبعد أن أنهى مهامه كلها التحق حازم الصغير بأمه يساعدها في بعض أعمال المنزل وقص عليها ما اتعظه من النملة من عزيمة وإسرار لتختم أمه كلامه بقولها الكسل يا بني آفة تميت الحياة من القلوب وتثقل الحركة وهو مرض يورث القصوة بالقلب ويقتل النشاط فيتكاسل المرء عن فعل الخيرات ويصبح الإنسان كسلاناً عالة على المجتمع لا ينتج شيئاً ولا ينفع نفسه ولا غيره فاحذر ترجمة نانسي قنقر